موسيقى مشاهدين أهلا بحضراتكم أعلن المركز الإعلامي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اليوم الجمعة عن إطلاق قافلة مساعدات إنسانية وإغاثية وعلاجية للأشقاء الفلسطينيين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك تتضمن القافلة 300 قاطرة محملة بأكثر من 3500 طن من المواد الغذائية وأكثر من 90 طن من الألبان وحفاظات الأطفال 25 طن من المياه ونحو 190 طن من الأدوات والمستلزمات الطبية بالإضافة لنحو 117 طن من الملابس والبطاطين الشتوية وكذلك أكثر من 60 طن من المراتب والخيام ونحو 6 أطنان من المنظفات وكرافانات الحمام ذلك لدعم الأشقاء في غزة لمواجهات وتحمل أعباء الحرب التي أسفرت عن سقوط الآلاف من الضحايا والمصاب يشارك في القافلة عدد من كيانات ومؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تنفيذاً لتوجهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطيني الشقيقة وهو ما يتم بشكل مستمر في إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق لتخفيف حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين نذكر بأنه مر عامان على تدشين التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الذي نجح في قلب الموازين وأحداث حراك حقيقي في العمل التنموي داخل مصر قد بات بمثابة منصة قامت بتوحيد كافة المؤسسات والجمعيات الأهلية من أجل توصيل الدعم والرعاية المادية والاجتماعية لكل مستحق من خلال قاعدة بيانات ضمت كافة الفئات الأكثر احتياجا والذي يضمن وصول تلك المساعدات لمستحقها حيث يهدف التحالف في المقام الأول لتنمية الإنسان وتغيير حياته للأفضل لم يقتصر دور التحالف الوطني على المستوى المحلي فقط فلم يتدخر جهدا في تخفيف المعاناة عن الأشقاء داخل غزة على مدار أشهر الحرب من خلال إطلاق قوافل الإغاثة المقاملة بكافة المواد الغذائية والدوائية والمرابطة على معبر رفح لتمرير المساعدات بالرغم من كل التحديات الرائمة إذن مشاهدين كانت هذه التفاصيل إطلاق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اليوم الجمعة لقافلة مساعدات إنسانية وإغاثية وعلاجية للأشقاء الفلسطينيين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وكل التفاصيل المتعلقة بها شكرا جزيلا مع المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة